تسأل تقول يعني الله طاردني من رحمته ماذا أفعل أنا دائما مريض أختي أم حسن من إيران غفر الله لك وبارك فيك وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك من الذي قال لك بأن الله غاضب عليك هل نزل عليك جبريل وأخبرك بهذا أم عندك يعني خبر من الله عز وجل أن الله غاضب عليك هذا الكلام ما يجوز يا أخت الفاضلة ولا يجوز تفتحين على نفسك بمثل هذا الشر والعياذ بالله وبعدين من قال لك بأن المرض علامة على غضب الله يعني على هذا الأنبياء غاضب الله عليهم لأن الأنبياء يمرضون على هذا العلماء الله غاضب عليهم لأن العلماء يمرضون على هذا العباد والأولياء الزهاد الله غاضب عليهم لأنهم يمرضون هل هذه فعلا تصلح قاعدة لا ما يجوز لك الكلام هذا توبي إلى الله استغفر الله وقول الحمد لله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فكان خيرا له ولذلك بارك الله فيك هذه الابتلاءات والأمراض هذه سبب من أسباب تكفير السيئات وسبب من أسباب تعظيم الحسنات وسبب من أسباب رفعة الدرجات ولذلك يقول جل وعلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهَمْ صَلَوَاتٌ مَنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمَ الْمُهْتَدُونَ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبداً ابتلاه ابتلاه بالمرض يعني ويبتل المرض على قدر دينه على قدر إيمانه فانتهي عن مثل هذا القول قول الحمد لله وفسري اللي يحصل لك تفسير إيماني قولي هذا قدر الله والله أراد بي خيرا بارك الله فيك